بنا بنخلي أطفالنا في الحمام على الأساس أنه أثناء الاستحمام أنه يلعبوا أو يقضوا وقت ممتع لكن بيكون بقربهم في المواد التنظيف اللي هي بتكون حارقة حارقة فتحصل كثير من المشاكل وحروق من الدرجة الثالثة هنا الحمام فيه مشكلتين أو ثلاثة من الناس المشكلة اللولانية الموية الحارة الموية الحارة والموية العادية الطفل ممكن يغرق في 20 سنتي بتاعت الموية بس 20 سنتي بتاعت الموية دي لو وقع فيها يكفي أنه يغرق ويتخش الموية في الرياء وتبقى زي قصة الغريبة الجافة الكل ما تكلمنا قبل كده صحيح نمرة اثنين المنظفات دي طبعا ممكن تعمل حرق للبلعوم ودي مشكلة تانية نمرة ثلاثة الفيشات بتاعت الكهرباء الموجودة في الحمام فيجب أنه الحمام لما الطفل يدخل الحمام وتكون معاوه لازم تكون معاوه لو تحت أي ظرف من الظروف خلته ومشت في أي حتة يحصل أي نوع من المخاطر اللي قلتها فعلا صحيح وينزلك ممكن ينزلك وتحصل مشاكل تانية كمان ففي الحتة دي الحروق زي ما نحن قلنا يعني أنت جدت السيرة بتاعت الخروق فنحن ذكرنا الحاجات دي لكن كنت عايزة أعمل حاجة تانية كنت عايزة أعمل أنا مخاطر دي بالعمر نعم كيف؟ يعني من الرضيع نمشي لي قدامه جميل جدا كده نكون بترتيب متسلسل بترتيب متسلسل لغاية ما نوصله خمسة سنين جميل نبتنب الرضيع الرضيع هو الحاجة قبل ما نردعه وضعيته أصلا مفروض يكون منهم كيف جبنا للسيرة قبل كده نحن وبنكرر تانية أنه مفروض تكون وضعيته على ظهره نعم واحد نمرة اتنين الحاجة اللي بغطو بها الرضيع تكون يعني الغطة بتاعه لغاية نصبطه يكفي لأنه لو وديتليه قدام ممكن نقتنق باوه طيب نمرة ثلاثة يجب أنه يكون السرير بداعه وزاته فيه سلامة سريد الطفل اللي قاعد النايم فيه يكون فيه سلامة بالأطراف يعني نعم وما تكون فيه مخدات من هنا ولا من هنا